ما هي دول بلاد الشام؟ تمتد بلاد الشام على طول الساخل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتتوسط ثلاث قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا وقد وضحت حدودها قديما إذ يحدها البحر الأبيض المتوسط من الغرب ومصر وتيه سيناء من الجنوب أما من الشرق فتحدها البادية التي تمتد من أيلاء إلى الفرات ومنه إلى حد الروم اتقع بلاد الروم شمال بلاد الشام وفقا لذلك فإن بلاد الشام حاليا تمثل المساحة الجغرافية التي تشمل أراضي كل من لبنان، سوريا، فلسطين والأردن وقد تميزت البلاد بالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي كان له دور كبير في عدم استقرار المنطقة وذلك نتيجة تعاقب العديد من الحضارات عليها بالإضافة إلى مساهمته في ازدهار اقتصادها نظرا لارتباطها بطرق مواصلات مع مختلف الدول المجاورة أما فلكيا فتقع بلاد الشام ضمن المنطقة المعتدلة بالنسبة لدرجات ضوائر العرض